تشهد حالة الأرصاد الجوية انخفاضاً نسبياً في درجات الحرارة ليسود تقص بارد نهاراً على قهرة كبرى وكافة الأنحاء شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء يصل إلى حد السقيع على وسط سيناء للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم فيفرز ضعنا في صورة أخرى لتوقعات هيئة الأرصاد بشأن موجود التقص غير المستقرة نعم بالفعل من داخل هيئة الأرصاد الجوية نرصد التقلبات الجوية المختلفة على مدار الأيام السابقة وأيضاً التنبؤات والتوقعات خلال الأيام القادمة نظراً للسحب والأمطار وأيضاً برودة الأجواء وكيفية تعامل المواطنين مع الأرصاد بشكل عام والأجواء بشكل عام خلال الأيام الماضية رصدنا خلال الهيئة الجوية للأرصاد التنبؤات التي حدثت ربما معظمها بالفعل وما زلنا بالطبع نستمر لرصد هذه التقلبات ولكن نتحدث أكثر عن هذه التقلبات الجوية نظراً لليوم وخلال الأيام القادمة معي الآن ضيفاتي الدكتورة منار غانم وهي عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية برحب بحضرتك يا فندم أهلاً بحضرتك أستاذ كريم وأهلاً بكل السادة المشاهدين عايزين يا فندم نتكلم عن تنبؤات خلال الأيام الماضية كانت مفروضها تنتهي اليوم وبعد التقلبات الجوية المتوجدة كلمين عليها تنتهي إمتى ويعني الآن الحالة الجوية خلال الساعات الماضية والآن كيف هي وكيف ترصدها المركز بشكل عام هو إحنا بالفعل يا فندم كنا نوهنا وحذرنا الأمس أننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت من ظهر الأمس طبعاً بدأنا نشوف نشاط الرياح وريمال مصارة وأيضاً سقطت أمطار على بعض المناطق بالأمس على بعض المناطق من شمال البلاد بعض المناطق من القاهرة الكبرى محافظات الوجه البحري اليوم كانت زورة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شاهدنا منذ الساعات الأولى من الصباح سقوط أمطار كانت الأمطار متفوتة الشدة على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار بدأت الأمطار تسقط أيضاً على سواحل الشمالية الغربية والآن الأمطار بتسقط على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وأيضا بعض المناطق من شمال الدلتا بعض المناطق من القاهرة الكبرى بعض المناطق أيضا من محافظات الواجه البحري متوقع طبعا خلال الساعات القادمة استمرار فرص سقوط الأمطار لأن احنا بنقول الحالة تنتهي مساء اليوم فاستمرار طبعا فرص سقوط الأمطار طبعا الأمطار هتتبقى شدتها متفاوتة من منطقة المنطقة هتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الموجودة طبعا في جنوب الواكه البحري بعض المناطق من القاهرة الكبرى بالإضافة إلى كمان إن شاء الله غدا هنبدأ نشاهد شبورة مائية وتصهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية درجات الحرارة كمان هيبدأ فيها ارتفاع تدريجي يمكن إحنا اليوم سجلنا 16 على القاهرة الكبرى متوقع غدا تكون 18 مع يوم الحد والاتنين هتوصل لعشرين درجة مائوية فمزيد من التحسن في الأحوال الجوية ظاهرة الأساسية خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى طبعا زيادة فترات سطوع الشاعة الشمس اللي هنبدأ نلحظها وحالة من الاستقرار في الأحوال الجوية لكن وارد جدا يحصل تقلبات جوية احنا في فصل الشتاء شهر فبراير معروف دايما بالتقلبات الجوية السريعة يعني منخفى الجوي يعقوبهم ارتفع جوي حالة استقرار وحالة عدم استقرار وارد جدا يحصل خلال الأيام القادمة مع نهاية الإسبوع بإذن الله دكتور منار غانم عضو المركز الإعلام الهيئة الأرصاد الجوية شكرا جزيلا عن هذه المعلومات الوفية يعني وكما شاهدنا هذه التقلبات الجوية ربما يعني مستمرة خلال الأيام القادمة ولكن هذه الأيام منذ أمس وحتى غدا ستتوقف هذه التقلبات نوعا بسيطا أو فترة بسيطة وأيضا نتحدث عن احتمال وجود الشبورة المائية خلال الأيام القادمة لذلك أيضا نصائح للمواطنين بالتزام بالسرعات المقررة أثناء سيرهم على الطرق السريعة وغيرها من الطرق وأيضا التقلبات الجوية المختلفة منخفضات ومرتفعات يرتفع وينخفض حسب بالطبع الرياح وحسب السحب المتواجدة خلال الأيام القادمة والآن عودوا عليكم مرة أخرى